السلام عليكم اهلا ومحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الحود الشمسي والقمري والطالع لا تنسوا انها قراءات عامة ومعممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا او كليا وقد لا تنطبق على البعض الاخر لذلك لا تنسوا استشارات برجكم الشمسي والقمري والطالع غاد نشوف القراءة وغاد نشوف ما هي ناصحات الملائكة وكانت من لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا رب الحبيب ولا اتمنى لكم حظ سعيد فقط في هذه القراءة بل في حياتكم يا رب اتمنى لكم حظ سعيد لنبدأ بسم الله هذه غادي نخلوها مدامت تريد ان تتكلم الكارت فلنتركها خلوها هنا يعني عزيزي برج الحود اه في هذا الشهر انا ارى كثرة الرزق المادي ستتلقى مبلغ معين من المال لكن خارج الرطب الشهري اذا كنت يعني كتشتغل اذا كنت تعمل وخا يعني مال اضافي انا غجون اكسترا وخا هو يعني هذا المال هو اعضاء ورزق مادي سماوي وخا ربما انت بسبب الدعاء وكنت تنتظر هذا المال وسيصلك ان شاء الله قريبا في هذا الشهر وخا بنواصل هادي احتها هي تريد ان تتكلم فتعالي معي الجمعية هادي كذلك تريد ان تتكلم نعم طاقة نارية كنشوف هنا يا طاقة نارية البعض منكم اه يحاول فقدان الوزن بعد شهر رمضان البعض منكم يعني اه تخلى عن الحلويات والنشوية والمعجنات بغي تضعفوا مزيان 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 اذا لنرى ما هي طاقة المرتبطين تهادي بغض تهضر عزيزتي بنسبة للمرتبطين انا اعرى انك احيانا تشك في الحبيب تشك في الحبيب لانه لا يتكلم عن الزواج وعن الاستقرار نعم وهذا ليس لانه لا يحبك بل فقط عدم الثقة هو يراك انت يراك انت بحل ام انسان مقدس يراك يعني انت انسان يعني في في الاعلى يعني في العرش نعم يراك كالنجمة يعني انت جالسة في العرش وهو قدم رجلك هنتوني يعني هو اه يحس بعدم الثقة ويحس انه لا يمكنه اعطاؤك ما تستحقه اذا اسباب عدم اه تكلم الحبيب عن الزواج والاستقرار هي فقط اه يعني اسباب مادية وخا وليست عدم الحب وهذه الاشياء التي تفكر فيها انت وخا يعني البعض منكم انا ما زلت مع المرتبطين البعض منكم بنسبة للمرتبطين لديكم اه لديكم علاقة اه في السر يعني تعيشون يعني علاقة في السر قضا ما هناك يعني احدكم يعني مرتبط او متزوج لكن اه البعض منكم بنسبة للمرتبطين ما زلتم مع المرتبطين عندكم اه علاقة في السر وانا اتكلم مع الرجال والنساء دائما ما تنسوجوا وانا قراءاتي معامة ما تتكلم على النساء والرجال والمتزوجين والكل وخا لنوصل نحن ما زلنا مع المرتبطين اه قلنا ان المرتبطين البعض منكم هناك شك لان الحبيب لا يتكلم عن الزواج والاستقرار لكن هي فقط عدم الثقة والبعض الاخر منكم بالنسبة لمجموعات المرتبطين تعيشون علاقة في السر نعم وانت تحتاجوا اه 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 تحتاجوا لان يعني لان يوضحها لك يعني ما مصر هذه العلاقة يعني عييت عييت انتيا وماذا سيفعل بالطرف الاخر وخا والطاقة بالنسبة هي طاقة ترابية ونارية وخا بالنسبة للمرتبطين والان سنرى ما هي طاقة العزب ماذا يحدث مع العزب وبالنسبة للعزب انا يعني انا بالنسبة العزب هاتي بغاد تهضر نخلوها العزب بالنسبة لي يعني كل من ليس لديه علاقة يعني كان المطلقون او ارامل كانوا ارامل او كان يعني ما تزوجش في حياتهم فهمتوني ايضا لنرى ماذا يحدث مع العزب ماذا يحدث مع العزب اه طبعني خليوني نركز شوية عزيزي اه العزب كنت مطلقا او 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 كنت ارملا او عازبة او عازب انا اتكلم ع الرجل والنساء من جديد كنشوف ان انسان من الماضي سيعود شخص من الماضي يعني لم يعني ما كانش على بالك ابدا لم يخطر على بالك ابدا انه سيظهر في حياتك هذا الانسان واخر ويريد يعني بداية معك يريد بداية معك البعض منكم ربما سيرفضون هذا الانسان سيرفضون لكن اه هذا الانسان قد يكون زوج يعني زوج بالنسبة للمطلقين ربما هو زوجك يعني زوجك نعم كان زوجك الان لا هذا الانسان سيعود ويعني ويريد بداية معك والاخرون يعني هو شخص من الماضي كتعرفوا وان لم تكن يعني تجمعكم يعني ما كان عندك محتشي حجم عهد الانسان لكن كتعرفوا من الماضي ولم تجمعكم اي علاقة ويريد الان بداية معك وهو معجب بزاف معجب معجب اه ومهتم بك بزاف بزاف نعم ويريد بداية معك لكن ارى ان يعني انتم ربما سترفضون هذا الانسان فهذا الشخص لكن هو معجب بزاف بزاف بكم معجب بزاف لكن انت سترفض هذا الانسان سترفض هذا الانسان لا ادري لماذا لكن انت يعني ارى يعني طاقتك هي الكبرية و لا تريد حتى رؤية هذا الانسان مهم شرحه لانتم لاني يجب ان اتابع القراءة واخر لكن هذا الانسان يريد ان يبالك حب وانت لا تريد حتى رؤيته حتى وان كانت مع يعني بالنسبة للمطلقين اذا كان زوجك من الماضي يعني لا تريد حتى رؤيته لكن بالنسبة للعزب هو فقط شخص يعني كتعرفوه لكن هو مهتم بزاف ومعجب بك وكذلك لا تريدون يعني لا تريدون مهم شرحوا لانتم التعليقات ماذا يحدث لاني لا افهم لا افهم لكن هذا ما يقوله افطاروه هذا الانسان معجب يعود من البعض لكن انت عزيزتي يعني كبرياءك يعني طاقتك هي الكبرياء و لا تريدنا هذا الشخص لا تريدنا هذا الشخص مهم والان لنرى ما هي طاقت المنفصلين ماذا يحدث مع المنفصلين واخا بالنسبة للمنفصلين عزيزتي انت تطلب العدالة تطلب العدالة يعني انت طاقتك هي تعور ارهاق لدرجة يعني ما كتقدرش تتنفس لا يمكنك حتى التنافس وانت تدعو الله يعني العدالة تدعو الله يعني ان تحدث ان تحدث معجزة يعني هناك ظلم نعم هناك ظلم وارا يعني خزن وبكاء يعني كي تسبب الباب عليك وكي تبكي في الليل لوحدك لكي لا يراك احد نعم وتعاني في صمت حبيبي تعاني بزت في صمت اتذكر اني لم انسيت ما قلت الطاقة ديال العزاب بالنسبة للعزاب هي طاقة مائية وهوائية وخا طاقة مائية وهوائية مائية عقرب حوت مثلك او سرطان وهوائية دلو ميزان وجوزاء اخا هذا بالنسبة للعزاب لنواصل قلنا ان طاقتك بالنسبة نحن دبا معها المنفصلين طاقتك هي الحزن كتبكي بزاف يعني عييت بزاف عييت عيتي وتعاني في صمت تعاني في صمت وتخفي المشاعر ولا تخبر احد بهذه المشاعر لا تخبره احدا يعني كتخفيها غير الرازق نعم هذا يعني هذا الحزن الكابير وهذا الالم الذي كتحس به يا عزيزي برج الحود جعلك تفكر بتغيير هذه الوضعية المؤلمة نعم وعيتي من هذا الانتظار الطويل عيتي عيتي وتطلب يعني هذه العدالة السماوية وهذه انت يعني الحكمة بدأت تتصرف بحكمة تفكر في نفسك قليلا لانك يعني انت مظلوم ومع ذلك ما زلت تفكر في هذا الانسان يعني سبا نرمال هذا غير عادي يعني هذا الانسان ظلمك بزاف نعم انت تصرفت مع هذا الحبيب بإلحاح وإصرار يعني لم تستسلم كتحبه بزاف ولم تستسلم لكن لم ترى اي نتائج لم ترى اي نتائج يعني ايجابية فقط رأيت تجاهل وهروب وظلم نعم انت عيشت ظلم وهذا التفكير في هذا الحبيب ليلة نهار ترى انه يعني يسرق من طاقتك يعني كيفاش كنقوله يعني نزف 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 مهم ما تديروش عليا ما تضحكوش عليا يعني استنزاف نعم استنزاف الطاقة استنزاف الطاقة يعني بقيت بلا طاقة يعني ما تقدرش حتى تنفس بسبب هذا الالم والان بدأت انت تركز تركز يعني انت تصرفت بحل مجنون انت يعني هادي كارت يعني الكفاح من اجل هذا الحبيب والاسرار والاسرار وهذا كارت المجنون يعني البراءة ديالك تجعلك هذا تتصرف يعني كتبع غير قلبك نعم ودابا الامبراطور تريد ان تتحكم في هذه الوضعية يعني كارت الامبراطور تريد ان تكون انت امبراطور حياتك يعني انت من يسيطر على حياتك وليس هذا الالم وهذه المشاعر التي يعني ما كانت تديك احتلش براسة فقط الركاء والحزن وخا انا كانت تأثر بزاف لاني احس بمعاناتكم وكانت تأثر معكم بزاف وخا اذا لنظر الان ماذا ستفعل عزيزي بداية جديدة نعم انت الان ستتحرك لكن بطريقة اخرى بداية جديدة اا ما زلت تحبه ما زلت تحبه ولم تفقد الامل هو هو كذلك يحبك لكن هو يعني طاقته هو العاشق الاناني نعم ده ما نشرح لكم انت طاقتك الان هي التغيير ماذا يعني ذلك يعني الاختفاء انت الاختفاء والعزلة هذا ما يعني ستتحرك هذا يعني ستتصرف بطريقة اخرى لماذا لتدافع عن نفسك نعم هذا كارت الشيطان تقول الحركة لكن حركة مختلفة نعم حركة مختلفة لصالحك نعم انت تغير طاقتك وتفكر في نفسك قليلا اخر تفكر في نفسك يعني بدأت تحب نفسك قليلا وماذا سيحدث مع هذا الحبيب ماذا سيحدث ماذا سيحدث هذا الحبيب سيعني هو سيبحث عنك لترفع معنوياته لانك يعني اختفاءك وابتعادك يعني كينزل المعنويات دياله يعني هذه امانية العاشق من جديد نعم لماذا لانه هو دائما واثق انك هناك يفعل ما يشاء يمشي يذهب ويعود لانه يعرف انك دائما تنتظره مثل كما اقول دائما مثل ماء البئر يعني هو عندما كيعتش عندما يعتش يذهب للبئر يحمل الماء وكيشرب والان انت صرت مثل النهر يعني ماء النهر التي تسافر ولا تبقى ولا تستقر في مكان اخر نعم وهذا سيجعله هو يعني نعم شوفوا الله سبحالله العظيم شوف يعني يعني انا اقشعر يعني شوفوا اش غادي يدير الحركة غادي يجيب هالحمق العربة يعني سيتكلم مش غادي يتكلم سيأتي سيأتي يعني هناك تواصل اكيد لماذا لانه يتألم بذكرت المشاعر والمعنويات دياله لانك لست هناك ماذا سيفعل العربة سيتصل بك كانت قراءة جميلة جميلة وقوية الله بالنسبة لطاقات المنفصلين هي طاقة مائية مائية وكذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر